أهلا وسهلا بكم إخواني وأحباني عزيزاء في سلسلة التعريف بوظائف ومزايا الكورغ بأي تاوزن بأي ألف اليوم سنستعرض طريقة بسيطة لتشغيل الربعتون أو تشريق على الكورغ طبعا لأننا نرى هنا غير موجود لدينا سكيل عربي خارجي فقط موجود لنا على الشاشة هنا في سوب سكيل فممكن التغيير هنا على الشاشة لكن في بعض المرات نكون مشغولين بتبديل الأصوات والإقاعات وليس لدينا الوقت للدخول إلى سوب سكيل حتى نعطي أتشريق اللازم في بعض الانتقالات في بعض الأغاني فاليوم سنتعرف على طريقة وضع السكيل هنا السلم العربي على الأسينياب السويتي لكي نستخدمهم بسهولة هنا فأول شيء سنذهب إلى منيو ثم بات سويتش ونذهب هنا إلى السويتي ونختار كل رقم هنا واحد مثلا نذهب هنا وندخل إلى هذه اللائحة ونختار من هنا سوب سكيل بريزيت زيرو وان أي الواحد رقم واحد فسنختار الواحد هنا ثم كذلك نذهب إلى الثاني ونضع عليه اتنان سوب سكيل بريزيت زيرو تو والثالث كذلك نضع بريزيت الثالث وبالتالي أصبح لدينا أهم الشريقات مثلا هنا الواحد الرست على الضو مع البيات على الرين وهنا على الاثنان كما سنرى رست فا وبيات صول ثم هنا الضغط على الثلاثة أصبح لدينا هنا التشريق أي الرست على الصول والبيات أهم التي أهم الشريقات التي نستخدمها كثيرا وبالتالي سنستغني عند المنطقة إلا عند الضرورة إلا عند الضرورة إذا كانوا مثلا الشريقات التي تكون مختلفة مثلا هنا الفادياز والضودياز الأخير لكن هنا سنستغل هذه الطريقة ببساطة وإذا أردنا إزالة الربع تون ببساطة فقط نضغط على نفس الرقم سيزن لاحظ بهذه الطريقة مثلا أصبح لدينا رصده وبالضغط على نفس المكان يصبح لدينا خالي أي سفر بدون رصد فقط العجب طبعا هذه الطريقة بسيطة لطريقة تعامل مع الشريق على الكورك بأيت الزند فأتمنى أنكم استفادة وانتظرونا في حلقة أخرى إلى اللقاء